موسيقى من 29 سنة فتحت بوابة مهرجانات تبيت الدين الدولية ومن وقتها عم بتقدمنا مشاهدين أجمل العروض المحلي والعالمية وإلى جانب هالعروض الفنية كمان في فسحة ومسيحة للسقافة معارض بتضم مواهب محلية على أنواعها وهالسنة في معرضين من يومين حكينا عن واحد من هالمعارض اليوم بدنا نحكي عن معرض كنوز الشوف الأعلى اللي هو رحلة رائعة لاستكشاف أجمل ما فيه من معالم أسرية ومعمارية بمنطقة الشوف الأعلى تفاصيل أكتر عنها الحدث مع جيوفنا برحب الدكتور زاهر قسيني أهلا وسهلا فيك دكتور وبرحب بأدي شويري وأسلان جنبلات أهلا وسهلا فيكم دكتور غسيني حضرتك صاحب الفكرة والمشرف العام إذا بدك على هالمشروع اللي ابتدى من حوالي خمس سنين وأدي وأسلان حضرتكن من المصورين المشركين بها الحدث الفكرة كيف انطلقت دكتور غسيني؟ نحن عنا كان مثل كل لبنان يعني مشاكل بالمباني القديمة وبحالتها وحبينا كيف نحميها نعمل المشروع نطلق مشروع حماية وحفاظ على هالمواقع الأثرية المبنية وبنفس الوقت استفادة منها بالإنماء والاقتصاد والسياحة هيك نطلق المشروع وهو واسع بيشمل الشوف كله سوا الاسم المعروض هلأ بمهرجانات بيت الدين هو العمل المنجز المنتهي بهذا المشروع ولنعمل أكتر من كتاب عليه وحبينا نعرضه للناس للجمهور شو نشتغلنا بخلال هالخمس سنين يعني مشروع بيئي تراسي إذا بدك كمان بيعرض مواهب مصورين محترفين من عنا بلبنان طول كتير هالمشروع دكتور غسيني خمس سنين عم نحكي من التحضير وهو هدفنا مش بس سياحي مثل ما بقولوا يعني اكتشفتوا إشياء ما كنتم متوقعينة بهالمنطقة اللي هي بتضم 12 بلدي بمنطقة الشوف الأعلى تمام الشوف فيه 72 بلدي هيدا أول جزء 12 بلدي بهيدي 12 بلدي تبين أنه فيه مواقع أسرية كتير كبيرة غنية جدا بالمواقع التراثية تشف لحد هلا ألف وواحد وخمسين معلم خلال هالسنين هيدا وتوسقوا في توصيق كامل لهيدي المعالم التاريخية وعندنا 200 مبنى تاريخي ثلاث مواقع فنئية والأول مرة هادي بتكتشف نعم نحن نعرف أنه فيه مواقع فنئية بس لأول مرة منكتشفها الثلاث مواقع فنئية يعني هادي أثار عم بتعرف علي الجمهور لأول مرة تمام أول مرة بتنشف أول مرة نحن عم نكتشفها كمان موجودة بيقدروا الناس يطلعوا وشوفوها ويزيروها وهذا المشروع كله سوا المعالم ضمن خطة سياحية متكاملة نعملات نوضعت لهالمعالم كلها سوا ودخلت ضمن نطاق محمية أرز الشوف البيوسفير اللي هني دخلوها ضمن الخطة السياحية هالمعرض هو مشروع يعني تتويج إذا بدك لمشروع علمي بحثي امتد على خمسة سنين مثل ما ألنا وبعرف أنه فيه قطوات تالية راح تكملوا فيها ولكن قبل بدأ انتقل لأدي أدي أنت عندك شغف للتصوير ولها الموضيع بالزيت وهي دي مهنتك كمان يعني شفنا عملك البارزي بموضيع الترينز باللبنان تاريخهم العريق وهالسنة أنت عم يعني بتعرض عضلاتك إذا بدك بتصوير هالمعالم الأسرية ليش أولا أكتر من مصور لهالمشروع يعني بتحفص وقع عرض عضلات أنا أهم دبار كان يعني الفضل بيعود للمهرجين بيت الدين لأنه من المهرجين من المهرجين الأليل اللي فيها بتعرض اللي فيها معارض نعم معارض صور كان إلي الشرف والشانس الكبير إنه سنة الماضي عملنا الليبن سوراي أو لبنان على السكة والسنة دجال البروجي اللي عم بشغله أنا وزاهر سليس أريم أمصور فيه شي سن ونص بنا نذكر شخصين مشاركين معنا بعد بالمعرض اللي هني وليد رشيد وثادي بدور هني كمان مشاركين معنا مبدئيا يعني فيني لك شغلة أنا من 96 عم صور بشوف ومن شي سنتين لما طلع لكتابنا مع محمية أرزيس شوف كان عن بيوسفير ونعرض هون عندكم عملنا عليه بفترة كتاب مع مادام بوستاني بهذا بهال سن ونص كأنني من 96 إلى وقت ما اشتغلت البروجي مع ظاهر كأنني رجعت تتشفت شوف عن جديد يعني بعدك لليوم عم تكتشف إشة جديدة باعت كلها سنين وباعت هي إشة بتصور مكتشفتها أكيد أكيد نعم أصلاً أنت من المصورين المشاركين شو انطلب منك لما عرض عليك المشروع أو شو كنت متوقع عنه تكتشف بهالرحلة ماشي معاي يعني بس لا تنفيذ أسلوبك بالتصوير مضبوط أديك كانت مفاجئة إذا بدك أو عندك فكرة عن الإشة اللي ممكن تكتشفها بهالمنطقة أنا صلي فترة عم صور كانت مفاجأة لأيلك الإشة اللي اكتشفتها لا ما كتير لاحظت أنه غير مصورين عندهم أسلوب يختلف عن أسلوبك أو أصدت أنت تشوف الأثار اللي اكتشفتوا به منظار مختلف أكيد عندهم خبر أكتر أنا بعدني أنت عم تدرسة التصوير حاليا مضبوط بس مش بالجامعة ما عم صور لبناني الإشة اللي قدرت تصوروه اللي ما قدرت تنقلوه عرفت أنه صورتوها والإشة اللي بتقدر تنتقل على المسرع على المعرض جبتوها معك عينات نعم عينات من المعرض عطينا فكرة أدي عن الإشة اللي شفناها بالمعرض باسيكلي تقريبا نفس الاستراتيجية اللي حطيتها سنة الماضي بالمشروع لبنان عسكي نعم نجرب لأنه مشروعك وستراتيجية تناشحة هي زيتها عم بيصر لي شعص أن نرجع نعرضها بقى في دبر في صور تبعولي خلال السنة ونصف بالإضافة لصور أصلاً كانت تخصص أصلاً أكتر ببيوت الأديمة خاصة ببيت من أقدم البيوت بمعاصر شوف بيت عزام ودجا بيان كم شغلة من الصور هالبيوت مسكونة يعني في ناس عشرين فيها أغلبية المغربين مسكونة وفيه شيء أكيد موعة الأسرية بعيدة نعم يعني لجأتوا لمناطق مهجورة كمان نحن عملنا مسح شامل لكل هالتناعشر بلدة هاي دي ضمن الأبحاث قبل ما ضمن الأبحاث فاسم كبير مننا أكيد هي هلأ خراب نعم بس كتير مهمة من الناحية العلمية والأثرية من هاك بيانتوا معنا فريق كامل نحنا أسره كان موجود أكيد هذا كله بالتنسيق مع السلطات المحلية البلديات والناس الموجودين والدولة بدي أذكر هون شغلي هاي دي لأول مرة على نطاق لبنان على مستوى لبنان من عمل هايك مسح شامل لهايك مساحة يعني أدام هم هالبحث للأرشيف عنا تمام وبتمنى إن شاء الله يكون هو منطلق بعدين لنوسع هالديرة المساحة ببعرفي مشروع كتاب هون عم نحتي كتاب بسيحة أكتر من من علمية تمام هلأ هو نحنا نعملنا هالمشروع هيدا جمع بخمس كتب هون بس علمية أكتر منها بحسية هلأ أم نجرب بها المشروع الجيدة تتوجهوا للسيح أكتر تمام هلأ بكم شهر إذا أراد يطلع كتاب سياحة توثيقة بذات الوقت عن هذا المشروع كم عدد الصور والعينات اللي راح نشوفهم بهالمعرض أو اللي عام نشوفهم هلأ بمعرفت بما أنه عندما شفت هذا الكتاب كان كثيرا همه يكون لأنه تعرف الناس يجرز بيها وخاصة العنوان كان كثيرا مهم نعم أنه إكتشاف السواديزان كنوز يشوف الأعلى بقى كان كل تركيزة أنه نبرز الجمالية تيصير فيه بالنس إذا أريدك مبين الاتراكشن ومبين الجماليات اللي عنا إياها بي بي بشوف وهنا عام نرجع نشوف مثلا في جسر مشصورة كتاب لك أنا بلاش مع محمية تشوف نعم المدير المحمية نزال هاني دبنا نصور بالأليكوبتر مع الجيش كل الضياء تشوف ليس بس بشوف لعلى كل تشوف كان فيه بروجيات تانية الساقة بيت نحن وفوق اكتشفنا جسر هنه مش شايفينه تشوف انه خمسة سنين شغل ويظل يفوتك قصص صغيرة اكتشفنا جسر بمونستي وثقبة الشاصة الحلوى انه هذا الجسر اللي اكتشفنا من الليكو نحط هو البوستر ببيت الدين حون عمي ممتعة عبر التاريخ شو اهمية هالمعرض للزائر عندكم وبعرف انه في عدد كبير من السوار اللي بيتوجه على مهرجانات بيت الدين كل سنة عم نحكي اكتر من خمسين الف سير خلال المهرجانات شو عم بتقوله عن منطقة الشوف الاعلى من خلال هالمعرض العنوان المعرض بيعتقد هو معبر عنه اكتشاف كنوز الشوف بالفعل هو كنزة عم بيكتشفه بيطلع بيزور المعرض بالمهرجانات بيت الدين راح بالفعل بيشوف قدي فيه كنوز مخباية مخباية بيكتشفها ومستفيد منها هو الملخص عن كل الشوف الاعلى وبيقدروا بعدين بجولات تاني بيزوروا هيد المواقع الفعلية هذا كان سؤال التالي اللي بيتحمس من خلال الصور وحابب يزور هالمناطق مباشرة بيقدر عم تشتغلوا على صور هذا المشروع هلا اتدخل ضمن وانشغل بضريقة كتير علمية جي بي اس جي اسر منزل نازل مع الخطة السيحية لمحمية ارزي شوف بيقدر من خلاله يمشي بثلاث خطوط سياحية تحددت بيشوف المعالم الطبيعية والمعالم المبنية التراثية بنفس الوقت وهون هي الاهمية نجمع جمع التراث كله سوى المبنى والطبيعي بزيت المحل في شغل زير بدي تضوى علي زكرة دكتور زهر انه احنا اكتشفنا هون موقعين او ثلاثة فنيئة بالاضافة انه في عنا المرأة نبعة الماية الرومانية ببعدران بالاضافة لكتير من المبوعة هن البيريوز يلي عنا هن وديجا محطوطين حطن دكتور زهر ببوستولات كبار بقلب المحمية بقلبه بقلبه بالمعرض نعم في عنا الفترة الفينئية عنا الفترة الرومانية الكتير مهمة عنا الفترة العثمينية وبنرجع عالفترة في الصليبية المملكية لليوم يعني بيقدر بيشوف بيزور هيدا المعرض بيقدر بيزور الفترة يعني وكأنه رجع عبر التاريخ لثلاث تلاف سنة ثلاث تلاف سنة بيمشي فيها لليوم لمواقع موجودة فعليا عندنا في لبنان هون وموجودة حد منه العروض اجمالها بتبلش ساعة تسعة بمهرجينات بيت الدين ولكن بواب المعرض تفتح سبعة ونص يعني عندهم ساعة ونص حتى يتجولوا رحلة وفرصة استثنائية بتأمل يستخدموا منها بالاضافة انه فيون المعرض مفتوح ايضا مع بكرة لأنه هو بيى قصر بيت الدين يعني الناس فينو يشوفوه بشكل طبع وهون بس بيش كلمة صغيرة المعرض بيزور المعرض ان كان من الناحية العلمية حابب ياخد معلومات علمية موجودة وإذا كان حابب زائر بيشوف بسطرة كتير كمان رح يكون مبسوط ندعي الكله وحيشوفو شوفي عنا كنوز بالفعل شكرا لقلكم منهنيكم على كل جميعكم ناطرين لكتاب السياحة اللي بيبرزها المنطقة اكتر واهلا وسهلا شكرا لكم واقفوا مشاهدينا ومنرجع شكرا لكم